موسيقى خليني في البداية أقول بعض الملحوظات أنه سفر الرؤية يعتبر سفر جميل جدا للمؤمنين وسفر مرعب لغير المؤمنين سفر الرؤية هو سفر نبوي هذا السفر طبعا فيه اختلافات بكيفية وطريقة التفسير فالبعض يميل إلى التفسير الحرفي البحث والبعض الآخر يميل إلى التفسير الرمزي وأقول أحبائي من خلال القراءة في أمور اللي تفسر في أيام يحنى المعاصرة في أمور تفسر حرفيا ولكن في كتير أمور اللي هي أمور رمزية شيء آخر كيف يستطيع الإنسان أو العقل المحدود أن يفهم اللا محدود؟ هذه الإعلانات ليحنى الرسول كان عن بيصف أمور من السماء وفي نفس الوقت اللغة الأرضية البشرية محدودة أو مقصورة على التقاليد والعادات اللي كانت في أيام يحنى لو كانت الإعلانات اليوم أو الرؤية اليوم أكيد ممكن نستخدم يمكن التكنولوجيا ونستخدم وسائل كتير اللي اتطورت ولسيما في القرن الأخير من هذا الزمان فلابد أن نستخدم استلاحات ونستخدم اكتشافات أو أمور اللي هي موجودة في هذا القرن وفي هذا العصر فيحنى بيتكلم بلغة اللي كانت بتناسب أيامه شئ ثالث لاحظ أنه في سفر الرؤية كما في إنجيل يحنى بيستخدم العبرانيات العبرانيات يعني بيستخدم الأسلوب العبراني اليهودي وبحاول يحطه في قالب أو سياق عالمي اللي طبعا بناسب كل أنحاء العالم لأن العالم قديما كان تحت الحكم الروماني وكانوا أيضا يتكلمون اللغة اليونانية القديمة موسيقى